جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني استنكاره لقرارات المحكمة الاتحادية مؤكداً أن قرارها بشأن انتخابات برلمان كردستان يتضمن خروقات دستورية بحق الإقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم وذلك خلال السنوات الأربع الماضية ورأى الحزب في بيانه أن الملاحظ هو خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم ومحاولة للعودة بالعراقي إلى نظام الحكم المركزي وأشار إلى أن قيام المحكمة الاتحادية بخرق المادتين 117 و121 من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة 6 من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الأسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سبباً لتشويه النظام الديمقراطي إلى جنب إلغائها لمقاعد الكوتة الخاصة بالمكونات وحرمانهم من التمثيل النيابي